إذا مشاهدين بعد خمس جلسات لمجلس الدولة حول حسم الموافقة من عدمها على التعديل الدستوري الثالث عشر وبعد شد وجد أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمت الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر بحضور غالبية الأعضاء طبعا وبتوفر النصاب القانوني بعدد أعضاء ثمانية وستين عضوا وما إن مرت دقائق محدودة خرج مقرر الجلسة لينفي صحة الإجراءات المصاحبة لعملية التصويت رئاسة المجلس في بيان اطلعت عليه الحدث أكدت فيه صحة وقانونية جلسة اليوم باعتبارها جلسة مستعجلة في رد على مقرر مجلس الدولة بالطبع ويستثنى منها بندو الانتظار نص التعديل الدستوري يتكون من أربع وثلاثين مادة دعونا نستعرض أبرزها ينص التعديل على أن السلطة التشريعية في البلاد تتكون من غرفتين وهما مجلساء النواب والأمة وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب كما أن إحدى مواده تنص أن يتم تشكيل لجنتين بين مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات ينص تعديل الدستوري الثالث عشر أيضا في مادته الحادية والثلاثين على أن العملية الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة تجرى خلال مدة أقصها مئتاني وأربعون يوما من دخول قانون الانتخابات حيز التنفيذ بالتأكيد وتبرز نقاط الخلاف في عدم حسم التعديل الدستوري الثالث عشر بين عضاء مجلس الدولة أنفسهم في النقطة الأكثر جدلية وذلك حول شروط الترشح لرئاسة الدولة وتوزيع مقاعد مجلس النواب والأمة في السلطة التشريعية من جانبه مجلس النواب الليبي نشر الخميس الماضي التعديل الدستوري بالجريدة الرسمية بعد تعطل عقد جلسات مجلس الدولة الخميس الماضي وما بين هذا وذاك يبقى حلم الانتخابات يراود الليبيين فأي الخيارات أسرع للوصول إلى الانتخابات هذا ما ستثبته الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر